بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الخاتم النبيين أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات إذن كما قلت لكم أنه من أجل التحضير الجيد للامتحان الجهوي الموحد ينبغي الإطلاع على امتحانات سابقة كنت قد وضعت لكم موضوع الامتحان الجهوي الموحد لمادة التربية الإسلامية الخاص بجهة طنجة تطوان الحسيمة طلبت منكم أن تحاولوا أن تجيبوا عن الأسئلة في ورقة مستقلة إذن هذه عناصر الإجابة ستحاولون أن تطابقوا إجاباتكم مع عناصر الإجابة وينبغي الإشارة أنه تقبل جميع الأجوبة الموافقة بوجه من الأوجه لعناصر الإجابة بمعنى إذا كانت الإجابة فيها عناصر الإجابة بمعنى أن هناك إجابة صحيحة مع اختلاف يعني أن يكون هناك اختلاف في السيغة مثلا يعني الإجابة صحيحة ولكن السيغة مختلفة طريقة سيغة الجملة مختلفة إلى آخره لا مشكل أو استخدام مصطلحات متشابهة أو مقاربة مرادفة مرادفة إذن هذا مقبول إذن هذا هو المقصود هنا لكن طبعا إذا كانت الإجابة خاطئة فهي خاطئة السؤال الأول إذن ما هي القضية؟ القضية هي أن الإسلام عقيدة وشريعة إذن مطلوب منكم قضايا واحدة بالنسبة للوضعية التقويمية الوضعية التقويمية ذكرت فيها قضايا عديدة ذكرت فيها قضية الإسلام كعقيدة وشريعة ذكر أيضا مسألة أن الإسلام هو دين التعايش وأيضا ذكرت أهمية مؤسسة إمارة المؤمنين إذن هذا المطلوب منكم أن تذكروا قضية واحدة فقط قضية واحدة سواء أن الإسلام هو عقيدة وشريعة أو أن الإسلام هو دين للتعايش أو كذلك أهمية مؤسسة إمارة المؤمنين إذن تذكرون قضية واحدة من هذه القضايا إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني التعارف إذن مطلوب منكم أن تعرفوا العقيدة إذن ما هي العقيدة؟ العقيدة هي الإيمان الجازم بالله تعالى وجميع ما ثبت من أمور الغيب في القرآن الكريم أو التصديق القلبي اليقين بوجود الله تعالى ووحدانيته المصحوب بالعمل الصالح أو هي الأمور إذن هذا تعريف بالعمل الصالح توقف التعريف هنا سنعطيكم تعريفا آخر أو هي الأمور التي يجب أن يصدق بها القلب وتطمئن لها النفس هذا أيضا تعريف هذا أيضا تعريف تاني واضح؟ إذن أي تعريف من هذين التعريفين وضعتمه صحيح أو إذا وضعتم تعريف فيه عناصر الإجابة فيها الفكرة الأساسية لهذا التعريف فهو مقبول إذن هذا بالنسبة للعقيدة ثم إمارة المؤمنين ما هي إمارة المؤمنين؟ إمارة المؤمنين هي القيام على شؤون الرعية بما يصلحهم دنيا وأخرى أو خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا إذن هناك تعريفان تعريف الأول هو القيام على شؤون الرعية بما يصلحهم دنيا وأخرى هذا التعريف الأول تعريف الثاني إمارة المؤمنين هي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا هذا تعريف ثاني هذا بالنسبة لإمارة المؤمنين تعريف الشريعة الشريعة هو كل ما شرعه الله تعالى للمكلفين من عباده من الأوامر والنواهي والمنظمة للحياة الشريعة كل ما شرعه الله تعالى للمكلفين من عباده من هم المكلفون المكلفون هم الإنس والجن هؤلاء هم المكلفون المكلفون من عباده من الأوامر والنواهي المنظمة للحياة إذن هذا تعريف أو هناك تعريف ثاني يكل ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أحكام وتشريعات إذن هذا تعريف ثاني هناك تعريف ثالث أو التكاليف العملية التي جاء بها الإسلام في العبادات والمعاملات والأخلاق هذا تعريف ثالث إذن هم هنا أعطوكم ثلاث تعارف إذن إذا وضعتم تعريفا بصيغتكم بطريقتكم لكن فيه الأفكار الأساسية في هذه التعارفة ومقبول إذن هذا بالنسبة للشريعة التعايش التعايش هو التوافق داخل المجتمع على الرغم من الاختلاف في المذهب والدين إذن هذا تعريف أول أو تعريف ثاني العيش مع البعض على المسالمة والمهادنة هذا تعريف ثاني أو الاستعداد للتعايش المشترك مع الآخر المختلف هذا تعريف ثالث كل هذه التعريف لها نفس الأفكار يعني مسألة التعايش يعني إذا وضعتم تعريفا من عندكم فيه العناصر الإجابة فهو مقبول لكن ليس شرط أن تضع ثلاثة التعارف تعريف واحد فقط يكفي السؤال الثالث سؤال الثالث إذن ترتيب سورة الحديد إذن توتيق سورة الحديد ترتيبها ترتيب سورة الحديد الكريمة في المصحف الشريف هي 57 موضوعها تتحدث تتحدث السورة الكريمة عن التسبيح والإيمان والإنفاق وبيان حقيقة الحياة الدنيا إذن هذا كجواب عن السؤال الثالث السؤال الرابع بيان القاعدتين التجويديتين إذن المقطع القرآني أولئك إذن هو المد اللازم قاعدة القرآنية المرتبطة بهذا المقطع هو المد اللازم أو المد الفرعي المتصل كذلك من بعد إذن الإقلاب القاعدة المطبقة هنا هي الإقلاب السؤال الخامس الشرح إذن قبل الفتح إذن ما المقصود به قبل الفتح المقصود به هو قبل هو فتح مكة الفتح هو فتح مكة أو صلح حديبية إذن هذا هو المقصود به الحسنة الحسنة يراد بها الجنة طبعا يعني الحسنة هي الجنة وذكرت ذلك أكثر من مرة في الدروس سادسا القيمة المتضمنة في السند إذن ما هي القيمة المتضمنة في السند إذن هي قيمة الإنفاق في سبيل الله تعالى الإنفاق في سبيل الله عز وجل إذن هذه هي القيمة المتضمنة في السند إذن بالنسبة للآيات الكريمات من سورة الحديد التي من المطلوب منكم استدهارها يعني هي من الآية السبعة إلى الآية السعود الآية السبعة والآية الثمانية والآية السعود من سورة الحديد يقول في الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنوا بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد خدمي ثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم إذن انتبهوا في حالة ما إذا كل خطأ تخطرونه في القرآن الكريم إذن هناك خصم ربع نقطة عن كل خطأ واضح خصم ربع نقطة عن كل خطأ يعني هو الاستظهار بشكل جيد وبشكل صحيح عليه نقطتان إذا كنت ستعرف أنك ستضع أكثر من أربع نقاط أربع أخطأ فلا دعي لي أن تكتبها يعني من الأفضل أن لا تكتبها إذن هذا بالنسبة للسؤال السابع سؤال الثامن وظيفتان من وظائف إمارة المؤمنين المذكورة في السند إذا الوظيفة الأولى هي حماية العقدة والشريعة الوظيفة أخرى أيضا هي مراقبة إقامة شعائر الدين كذلك وظيفة ثالثة رعاية سمحت الإسلام وبين عالميته ووظيفة رابعة هي توفير الأمن وضمان الحقوق والمتلكات إذن هنا ذكروا لكم أربع وظائف المطلوب منكم أنتم فقط وظيفتان فقط وظيفتان من هذه الأربع يكون الجواب صحيحا هذا السؤال الثامن ثم السؤال التاسع مفهوم البيعة لأمير المؤمنين مع الاستشهاد إذن ما هو مفهوم البيعة إذن البيعة هو الأسلوب الشرعي في تنصيب أمير المؤمنين إذن هذا التعريف الأول هذا التعريف أول تعريف تاني أو العهد على السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر إذن أعطوكم تعريفان إذن يعني واحد منهما فقط صحيح لا داعي لكي تكتبوا التعريفين الاستشهاد إذن نستشهد بالآية هناك استشهادان يعني يكفي استشهاد واحدة يكفي استشهاد واحد ليس بالضرور استشهادان إذن هناك الآية 58 من سورة النساء يقول في الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إذن أمير المؤمنين ويعتبر من أولي الأمر ثم الآية الثانية في سورة الآية عشرق من سورة الفتح أيضا هي تعتبر استشهادا أيضا يقول في الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يضو الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوته أجرا عظيما صدق الله العظيم إذن ربما هذه الآية الثانية هي خاصة بمبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام إذن نكتفي بالآية الأولى آية 58 من سورة النساء كافية للاستشاد على مفهوم البيئة السؤال العاشر غايات الزكاة إذن كما قلنا غايات الزكاة للزكاة غايات متعددة إذن غاية تربوية إذن الزكاة تغرس في جذور تغرس جذور المحبة والألفة بين الفقراء والأغنياء تزكي الغني وتقربه إلى الله تعالى تطهر النفس من الشح والبخل إذن هذه غاية تربوية ثم هناك غاية اجتماعية هناك غاية اجتماعية متعددة نذكر منها تحقيق التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع الغاية الثانية تدعيم التكافل والتضامن في المجتمع المسلم إذن تحقيق التكافل وتدعيمه إذن هذه غاية اجتماعية ثم الغاية الاقتصادية تصون الزكاة المال وتزكيه وتزيد بركته وهناك غاية اقتصادية تسهم الزكاة في إقامة مشاريع اقتصادية لخلق فرص العمل إذن هذه الغاية الاقتصادية والغاية الاجتماعية السؤال الحادي عشر أربع مبادئ أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم في وثيقة المدينة إذن هناك مبادئ عدة المطلوب منكم ذكر فقط أربعة إذن مثلا مبدأ عدم الإكرار في الدين مبدأ الحماية والإمتنى عن الظلم مبدأ الأمن والسكن والتنقل مبدأ التناصح والبر دون الإسم مبدأ ترك مطلق الحرية لليهود في الدين والمال كذلك مبدأ المؤمنون متقون على من بغى عليهم إذن كل هذه مبادئ نستخلصها من وثيقة المدينة المطلوب منكم فقط أربعة مبادئ يعني هنا كم ذكرنا من مبدأ هنا؟ ذكرنا ستة إذن السؤال الثاني عشر كتابة بضعة أسطر إذن موقف من الذي يقول بأن الإيمان في القلب فقط إذن ينبغي أن تقول بأن هذا الرأي خاطئ إذن أولا ينبغي أن تشير إلى أن الرأي خاطئ وتبين أن الإيمان اعتقاد في القلب وعمل بالأركان يعني عمل بالجوارح يعني بالله ينبغي الإنسان أن يعمل بما يؤمن به وفي الواقع الإنسان هو دائما يعمل بما يؤمن به إلا إذا كان كسولا لا يقبل العمل بدون إيمان إذن العمل بدون إيمان هو غير مقبول الإنسان إذا لم يكن لديه إيمان وقام ليصلي يعني صلاته غير مقبولة لأنه أصلا ينبغي أن يتحقق فيه الإيمان قبل أن يصلي أو قبل أن يصوم نجد مثلا بعض المسيحيين يصومون مع المسلمين يعني من باب يعني يصومون معهم يعني من باب التكافل أو من باب أن يحسون بمعاناتهم مثلا يعني يصومون معهم ولكنهم لا يؤمنون بالصيام هم فقط يصومون معهم يعني وهذا إشارة لبعض الذين من أبناء المسلمين الذين يعني يصرون على الإفطار في رمضان يعني عليكم أن تعلموا أن من المسيحيين الذين لا يؤمنون أساسا بالصيام ولا بأي شيء من هذه الأمور يصومون مع المسلمين فقط لأنهم جيرانهم يعني هو جاره مسلم يصوم فيصوم معه ليس لأنه يتعبد لله تعالى بالصيام ولكنه فقط يعني من باب يعني التضامن يعني يتضامن معه في جوعه فهو يجوع معه لأنه يعتبر أن المسألة بسيطة يعني المسألة ليست يعني لا ليست عملية تجويع كما يدعي البعض وإنما هي فقط تدريب على الصبر وعلى التمسك وعلى أن الإنسان لا يكون عبدا لشهواته يعني يصوم معه إذن الصيام بالنسبة للذي لا يؤمن أساسا بأنه يعني لا يؤمن به كدين وكعقيدة فيعني لا يقبل منه إذن لكي يقبل العمل عليك أن ينبغي أن تؤمن بذلك العمل وأن تؤمن بالدين الذي جاء بذلك العمل إذن كذلك حسن التنظيم والترتيب والإقناع وحسن الأسلوب واللغة ينبغي أن يكون ذلك حاضرا في البرهان على هذا المسألة أن الإيمان في القلب فقط فهو خطأ يعني الإنسان إذا كان له إيمان صادق وحقيقي فذلك الإيمان سوف يرى في سلوكه سوف يرى في سلوكه أما إذا تعامل مع دينه تعامل مع دينه بلا مبالاة وبتكاسل إذن هذا مشكلة وهذا نراه في المسلمين يعني هناك كثير من المسلمين الذين يتعاملون مع دينهم بكسل وبتكاسل رغم أن له إيمان ولكنه يتكاسل في واجباته الدينية وهذه مسألة يعني الإنسان ينبغي أن ينتبه إلى هذا الأمر إذن فالإيمان يعني الإيمان في القلب ليس في القلب هو طبعا محله القلب ولكن تصدقه أعمال الجوارح يعني ينبغي الإنسان يعني أن إذا كان له إيمان يعني أن يرى أثر ذلك الإيمان في عمله إذن هذا بالنسبة للسؤال الثاني عشر الاستشهاد يعني نبغي أن نستشهد إذن يقول الله عز وجل في الآية 74 من سورة طه إذن عفواني يقول الله عز وجل ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا إذن هذه الآية ما الذي نستفيده منها أن الإنسان عندما يأتي لله يأتي مؤمنا يوم الآخر يأتي مؤمنا يعني له إيمان وعمل الصالحات إذن له أعمال صالحة وليس مؤمنا فقط وبدون أعمال يعني بدون أي شيء هناك فقط الكسل يعني أحيانا يكون فقط الكسل والتعود على عدم فعل أي شيء فهذا يعني إذن لا ينفعه هنا الإيمان لا ينفعه قد يزحزحه عن النار ولكن لن تكون له درجات علا إذن الإنسان الذي يأتي ربه مؤمنا وقد عمل الصالحات فأولئك لهم ماذا لهم الدرجات العلاء لهم درجات العلاء إذن هذه إشارة مهمة ثم يقول الله عز وجل في صورة الرعد في الآية 30 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبة لهم وحسن مآب إذن هنا دائما ربط الإيمان بالعمل الصالح في هذه الآية وهنا طوبة لهم إذن الله عز وجل يعني يهنئهم طوبة لهم وحسن مآب وكذلك قول الله تعالى في صورة النحل الآية 97 من عمل صالحا من ذكر نونتا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وهذه آية عظيمة حقيقة يعني كلام الله تعالى كله عظيم وهذه آية مهمة مهمة للذي يحس بالضنق في حياته والذي يحس بالاكتئاب مثلا الذي يأتيه اكتئاب ويحس بأن حياته غير طيبة سواء كان من أهل المال أو كان من فقراء المسلمين إذن هنا العمل الصالح يعني أثر العمل الصالح من ذكرين أو أنتا من عمل صالحا من ذكرين وأنتا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إذن الحياة الطيبة غير مرتبطة بالترف وغير مرتبطة بالغينة وغير مرتبطة بالمكاسب المادية الحياة الطيبة هي شعور هي إحساس يحسه المؤمن هي السعادة حياة الطيبة هي السعادة في الدنيا حياة الطيبة يمكن أن ألخصها بكلمة السعادة إذن الإنسان الذي يعمل صالحا سواء كان ذكرا أو أنتا وهو مؤمن والله تعالى يعيده بماذا؟ يعيده بأن يحييه في حياته الدنيا حياة طيبة يعني أن يعيش السعادة في دنيا فلنحينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ثم في الآخرة الله تعالى يجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذه آية عظيمة للناس الذين يحسون باكتئاب في حياتهم ويحسون بأن وضعهم غير سليم هذه الآية مهمة هذه الآية مهمة طبقوها في حياتكم للذين يبحثون عن السعادة هذه الآية فيها سر السعادة نعم إذن بهذا نكون قد أتينا على مختلف الأسئلة المرتبطة بهذا الامتحان هذه العناصر الإجابة المرتبطة بمادة التربية الإسلامية أرجو أن يكون هذا العرض مفيدا بالنسبة لكم أشكركم على حسن تتبعكم ونلتقي مع امتحان جديد شكرا